موسيقى جولتنا الاقتصادية تتركز على الشأن المحلي حيث أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022 لعداد الموازنات العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستوين المركزي والمحلي والوحدات المستقلة والملحقة والصنادق الخاصة في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة والتي تعدى الثالثة خلال سنوات الحرب السابعة وتواجه الحكومة صعوبة في ضبط المخصصات المتعلقة بالوظائف الوهمية في القضاعين المدني والعسكري وعدم قدرة على فرض رقابة واضحة وتحكمها إداريا بالمصروفات والإيرادات وقاعة اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار بين المنظمة الدولية الهجرة ومركز الملك سلمان لتزويد أكثر من 150 ألف شخص بالدعم الإنساني في اليمن ويستهدف المشروع الدعم بالمواد الإيوائية والغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة للمتضررين من الأزمة في محافظة مارب وتعز والحديدة التي نزح في عشرة الآلاف من الأشخاص العام الماضي بلغ إجمال حجم التبادل التجاري بين بريطانيا واليمن 59 مليون جنيه استرلينية ما يساوي 80 مليون و213 ألف دولار خلال فترة بين يولو 2020 ويونيو 2021 لتحتل اليمن المرتبة 155 بين أكبر الشركات تجاري للمملكة المتحدة وفقا لعصائية وزارة التجاري لبريطانيا فقد بلغت واردات اليمن بريطانيا 72 مليون دولار حتى نهاية الربع الثاني من عام 2021 بزيادة أكثر من 10% فيما بلغت صادرات اليمن إلى بريطانيا 8 ملايين و 157 ألف دولار بانخفاض 25% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020 في مقدمة واردات الطاقة الميكانيكية والسيارات والمحركات الكهربائية وأطعم متنوعة والآلات الصناعية بينما تمثلت أهم السلاع تم تصديرها من اليمن إلى بريطانيا حديث خدث السفن والحبوب والخضار والفاكهة والقهوة والشاي والكاكاو وأخيرا ارتفعت أسعار النفطلة على مستوياتها في أكثر من 7 سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات ونقص الاستثمارات وانحسار المخاوف بشأن تأثير الطلب على الخيام بفيروس أوميكرون وصدت توقعات بوصول سعر الخيام برينت 100 دولار للبرميل الواحد وارتفعت العقود الأجل لخام برينت إلى 86 دولارا و92 سنة للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر 2014 فيما قفزت العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيد الأمريكي إلى 84 دولارا و62 سنة للبرميل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة